برحب بكم معظم مشاهدين بحلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وانوان حلقتنا النهاردة إله الوهابية إنسان قبيح بلا رأس احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان غلات الحنبية زي ما بيساميهم شخل أسر الدكتور أحمد الطيب بيؤمنوا ان الرحمن على العرش استوى بمعنى استقر وابن حجر لانه أشعاري رد عليهم وقال لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى والتناهي معناه إن الله محدود وشيخ الإسلام ابن تيمية قال والله تعالى له حد لا يعلمه غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غيره في نفسه ولكنه من بالحد وانكل علم ذلك إلى الله تعالى ولما كانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته فهازان حدان استان والشيخ علي جمعة رد على الوهابية وقال لهم لو قلت كده هرد عليك وقولك يا وهابي يا مجسم يا حلولي حسب عقيدتك واللي هي عقيدة التشتيم والحلول وإن الله استوى على العرش بذاته والشيخ ابن العسامين بيرد ويقول لو جي حد يشككك ويقولك استوى يعني استولى وليس هناك استواء ذاتي في الحالة دي نضطر أن نقول استوى بذاته راح ابن حجر رد وقال احتجت المجسمة وقصده طبعا بالمجسمة اللي بيقولوا أن الصفات حقيقية لأن الجسم حادث وهو قديم يعني الله الشيخ البراك ما سكتشي راح رد على ابن حجر وقال وهذه الإشارة من الرسول عند أهل السنة المثبتين للعين والسمع والبصر لبيان إرادة الحقيقة فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة وكذلك له عين حقيقية وكل ذلك على ما يلق به ويختص به سبحانه في حلقة النهاردة هنستكمل اختلاف أهل السنة مع الأشعراء في العقيدة اللي هي بتعتبر العمود الفقري لأي دين ونسمع الشيخ الوحابي عثمان الخميس وهو بيقول نفس كلام الشيخ البراك وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هو يسأل بيتار يقول يعني هل الله نصفه بأنه له أصابع له يدين له وجه هكذا نعم لا شك نحن لا نصف الله إلا بموصف به نفسه سبحانه وتعالى فعندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيذكر أن له وجها ثم يصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام فنقول لله وجه يليق به ليس كوجوهنا لأنه قال ليس كمثله شيء لما يقول ربنا تبارك وتعالى لإبليس لعنه الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه فنقول الله له يدي كما أخبر سبحانه وتعالى ولا نعلم كيف تكون هاتين يدين وليست كأيدين قطعا لأنه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين نقول كذلك وليست كأيدين وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لما يقول يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نجد أي في كتبنا أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والماء على إصبع طيب قال عبد الله بن مسعود وكان حاضرا مع أنه فتبسم النبي تصديقا لليهودي وقال وما قدر الله حق قدري إذن أيده النبي في قوله إن الله له أصابع سبحانه وتعالى وكذلك قال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق وتدعون إلى السجود فلا تستطيعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ربنا فيكشف عن ساقه فنقول لله ساق سبحانه وتليق به ليست كسوقنا سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهكذا وكذلك تجري بأعيننا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور فنقول الله له عينان تلقاني به ليست كأعيننا لأنه ليس كمثله شيء وهكذا فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ونوقن أنه ليس كمثلنا وزي ما شكنا الشيخ أصبان الخميس بيقرر نفس كلام الشيخ البراق وقال إحنا بنصف الله بما وصف به نفسه واستشهد بقول ويبقى بك ربك زو الجلال والإكرام وكمان وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدايا وتأييد الرسول طبعا كمان لليهودي إن الله له أصابع وإن لله سيقتلق به والله له عينان وده هو التشسيم اللي يلزم الحلول زي ما أنا من كلام ابن حجر وخلينا نشوف رد شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب على كلام الوهابية غلات الحنبلة المجسمة الحلوليون ونشوف مع بعض الفيديو اللي قاية أيضا عرضوا فرقة اسمها المشبهة هو الإمام بن حسن أشعري عرض فرقة اسمها المشبهة هذه الفرقة هم مجموعة من غلات الحنابلة وأكرر وأضع خطين تحت غلات الحنابلة لأن بقية الحنابلة كلهم فضلاء وكلهم من أهل السنة والجماعة إنما هؤلاء الغلاه الذين قالوا إن الله يشبه الإنسان جعلوا له عيون قالوا له عيون قالوا له أصابع له إيد له قدم يتنفس يضحك يعني حكموا على الله أو شبهوا الله بالإنسان ثم أيضا ألحقوا به أفعال الإنسان شبهوه بالإنسان حين ينتقل ويتحرك وينزل ويصعد إلى آخره هذه الفرقة لا يرضى عنها الإمام أبو الحسن الأشعري ولا أهل السنة والجماعة لأنهم مشبهة ومغرقون في التشبيه والعجيب قالوا إنه يعني دعوا الرأس قالوا ما مردش حاجة أن له رأس طيب ما العيون دي قاعدة فيه يعني أنا مش عارف ولا هو أدراس ولا هو أسنان يعني هذا تشوء حتى يعني لو تتخير الصورة وتخيلها الرأسي مرة وقال لهم يعني أنتم تتخيلوا أدراس وأعيون فيه لا رأس ده أي قفل شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب بيتكلم إزاي إنه مؤسس مسهب الأشعرة الإمام أبو حسن الأشعري عارض يعني ناظر وناقش وأقام الحجة على فرقة اسمها المشبهة اللي معناها برضو المجسمة اللي هما عبارة عن مجموعة من غلات الحنبيلة بيكو سين طبعا أيام أبو حسن الأشعري ما كانش فيه وهابية زي ما قلنا في حلقة فاتت وطبعا غلات الحنبيلة في عصرنا الحديث اللي هو ما يعني بيساوي الوهابية عشان كده شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب قال وأكرر وأضع خطين تحت غلات الحنبيلة علشان يبين لنا مدى خطورة هذا المسهب الحلولي المجسم على المسهب الذي ساد واستمر فترة طويلة وتقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كلهم وإن هؤلاء الغلاء قالوا إن الله يشبه الإنسان ليها عيون وأصابع وإيد وقدم وبيتنفس وبيضحك وألحقوا بأفعال أفعال الإنسان حين ينتقل وتحرك وينزل وأصعد إلى آخره ما هو برضو يعني يا غلات الحنبيلة لما تتخيلوا الصورة دي زي ما تخيلها الرازي مرة قبل كده الشيخ الأسهر بيقول وقال إنهم يعني أنتم تخيلوا كده أدراس وعيون في لا رأس دقي أي قبح هذا ده كده يعني هيكون منظر قبيح ما أقول ربنا هيكون شكله قبيح بالطريقة دي وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ الأسهر الدكتور أحمد طيوب أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي سان وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوبة مذهب معين أو مذاهب معينة في هذه النقطة وحينما المذاهب الثانية اللي هي مضادة للمذهب الأشعري موجودة منذ أكثر من 150 سنة لكنها كانت دائما موضوعة في حجمها الحقيقي فكانت تترك نلاقا من أنها لا تعبر عن الغالبية العظمى زي ما شوفنا شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيوب بيقول أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي يستمر فترة طويلة والمذهب اللي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضيع من الزمن قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول المذهب الأشعري ده مسهب ضلال ومذهب كذا لتمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية سوى بمذهب معين أو مذهب معينة في هذه النقطة وحينما يعني المذهب الثانية اللي هي مضادة للمذهب الأشعري موجودة منذ أكثر من 150 سنة لكنها كانت دايما موضوعة في حجمها الحقيقي فكانت تترك انطلاقا من أنها يعني لا تعبر عن الأغلبية العظمى وأنا كمان بكرر وأضع خطين تحت 150 سنة المهم أن المذهب الوهابي المجسم الحلولي بيقول أن المذهب الأشعري مسهب ضلال وأن البديل مسهب غلات الحنبلة المجسم الحلولي اللي بيقول أن الله له أدراس وأسنان ويتنفس وطبعا ممكن يتنفس يعني ممكن بقى نتخيل أنه هو يجيله رابو أو دور برد وأن الله يشبه الإنسان أو أن الإنسان يشبه الله ودلوقتي أنا هعمل لكم مؤخص لحلقة النهاردة حلقة النهاردة عرضنا اختلاف أهل السنة مع الأشعارة في العقيدة اللي هي بتعتبر العمود الفقري لأي دين الشيخ عثمان الخميس بيكرر نفس كلام الشيخ البراك لله يد حقيقية وكل صفات حقيقية بما يليق بجلال الله عين حقيقية وأصابة حقيقية وساق حقيقية وشوفنا الشيخ الأسر الدكتور أحمد طيب بيقول أن أبو حسن الأشعري ناظر فرقة اسمها المشبهة هذه الفرقة هم مجموعة من غلات الحنابلة أو شبه الله بالإنسان ثم أيضا ألحقوا بي أفعال الإنسان وشبهوا بالإنسان حين ينتقل وتحرك وينزل ويسعد إلى آخره وقال إنهم ما قالوش إن الله عنده رأس تصوروا عنده عين وأدراس بس من غير رأس ده منظر قبيح وأكد شيخ الأسر الدكتور أحمد طيب بيقول إن المسهب الأشعري هو المسهب اللي ساد قبل أن تصهر بعض المزاهب التي حاولت وتحاول أن تقول المسهب الأشعري ده مسهب الضلال ومسهب كذا علشان تمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية سوى بمسهب معين أو مزاهب معين طبعا شيوخ مزاهب غلات الحنابلة المجسمين الحلوليين أو الحلوليين مش هيسكتوا ويفوتوها لشيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب طبعا الحلقة الجاية علشان نشوف مع بعض رد الوهابية على الشيخ الأسر والتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت هترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بينحاقون المسا